موسيقى نرجع تاني مع الأستاذ أحمد الخضري والأستاذ إسلام صادق وفقرتنا المعتادة كل يوم سبت في كورة كل يوم يا ربنا يسطر النهاردة نشوف ما نخبل لنا ايه نزاك يا الزحب كبتن كريم يعني اسمحلي أبديلك إعجابي باللون الحلو البنفسي الله يخليك بس مش عاجب إسلام ليه مش عاجب إلا أولا مش عاجب ماشي برحبك كبتن كريم برحب الأستاذ أحمد الخضري بثوبه الجديد ماشي الغرض معين ماشي برضو ده الغرض يعني حتى الآن فيها الغرض الغرض شخصي وليس غرض عامي اه تشياكة كل الغرض الشخصي شياكة الله يخليك تشياكة طيب نخش في الموضوع يعني أكيد طبعا طيب حد معين خلاص يا أستاذ عايزين يا أستاذ مش عاجب طيب يعني عايزين طبعا نتكلم على ماتشاط الدوري وعندنا موقفين متنقضين تمام الزمالك بيخسر من إنتاج الحربي وكان عنده فرصة ان هو يضغط على النادي الأهلي ويقرب من الصدارة من خلال تلات نقاط ضياحهم أمام الإنتاج الحربي تمام وعملت يعني نقدر نقول هز شوية مع حضور ماكلتش ناحة التانية النادي الأهلي بيكسب النهاردة بيحافظ على الفرق الست النقاط لو الزمالك كسب المقولين بكرة في وجود مارتين يول اللي قدار المباراة والأمور هادية في النادي الأهلي الفوس دايما بيجيب هدوء واستقرار داخل أي فريق بيكسب يعني تمام الزمال طب الأول بس الأول أنا برضو على المكالمة بتاعت المنصف أحمد عادي اللي عايز حابب بنانا عالي عليها بفرعة طبع طبع هو حضرتك أما بتقوله أنت تقدمته هو بيعتدد على كابتن الجهات جريش حضرتك ما بتقوله أنت تقدمته تدمت بشكله الرسمية لا باعتراض رسم ليه؟ هو عايز يعمل ضغط ما أنا قلت كده؟ ما ضغط هو عايز يعمل ضغط أه تخلي بارك هو الجهات جريش كان أنا متابع بقى جامد تسيبك مواتش الزمالك بقى الفترة اللي فاتت السنة دي والسنة اللي فاتت كان قاسي جداً على المقاولين طب وشريف رشوان في الانتاج الحربي ما هي كلها متش تقدر تمسك حاكم ما أنا بقولك إيه ما تقاسك كده هو هو يعني المقاولين بيقولك جهت جريش أربع مقشاطة تقدم بشكوى حاجات غريبة حصلت تقدم بشكوى رسمية اه ايوه صح أنا معايا جيتك كده بتدغل عشان بتقوله بقى خب بالك ما تعسبش ضرب الجزاء خب بالك مش عارف ايه لا ضغط على الحكم لكن تقدم بقوله مش عايز هي تقدم لك الناحة التانية ايه الناحة التانية في الزمالك الناس بتسكت الناس ما بتسكتش هيقولك ايه هيقولك غيروا الحكم ومش غيروا الحكم لا يعني هو مش النقو بقى ويقوم طلع هو كل نادي بيحاول يحاول يحافظ على حضره حقه 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 سواء معاولين او الزمالك او ايه بس تقدم بشكوى رسمية لكن انت كده انت كده يعني ممكن هلأ هلأ وانا بسألوا استاذ خدري هلأ جهد جريشة اتغير الزمالك مش هيتلع يهدب بالانسحاب لا طبعا لا يهدد لي ماذا الزمالك هدد السنين بالانسحاب لا 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 3 ا4 مرات موقف مختلف الزمالك مش انا بقول لها اصلا انت عارف يعني ايه تهدب بالانسحاب ماشي يا سلام انت بتقول ده ايه من انسحاب بس ده محصلش ومش ايه اصل لا 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 حصلت في مواقف مختلف لا انا بقول الماولين مش عاجبه وجهات جريشة يقدم شكو رسمية لكن ان هو يطقق منصب محمد عادل ان هو بيعمل كده هو بيعمل ضغط اعلامي مش اكتر انا كان من باب اولى ان تقدم شكو رسمية على الاقل تدعم مواقفك وانت بتشتكو هو بيعمل مداخلة يقول لا احنا اتقدمنا بالشكو رسمية وتحضي الكرة ما استيبش اتقدمها بشكو رسمية بس متأخرة لكن انت كده بتقدم بشكوى شفهية مش رسمية كان اهم من الضغط دي انا عايز اتكلم عليها بس بالنسبة للمباراة انا بس عايز اوضح حاجة ولا مرت ان يقول سبب فوز الاهلي ولا ما كليش سبب فوز الاهلي اه يعني الناس ربطة ان ده المدرب القوي وده المدرب الاسم لا 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 مستحيل ده يكون مسؤول عن على الفوز ولا ده مسؤول على الهزيم لكن طبعا البدايات السبب بقى فيها جارب نفسي البدايات بيفرق نفسيا طبعا ده لا اه راجل لسه في الزمالك حتى بيتلابط في اسماء اللاعيب يعني لسه يعني لسه طبيعي مش عارف اسمي اه يعني انت ما تقدرش تحت قصة هو اللي اتقال ايه ان هو قدار مطش الانتاج الحربي و بعد المطش قال لك لا هو ما كانش مسؤول بنسبة مية في المية طب مية ممكن تحسبها ان هي زي النهاردة سيد عبدالحافيز قالي لا مرة ان يقول الى القدار وغير ووجه لا ما هو برضو هو ممكن مهام منك انت تقول هي مغامرة او رزق او جراءة منه استنى برضو عشان الجماهير وعشان الجو العام او كلام ده. بغد النظر هو الراجل طبعا اه لا يعني مش محظوظ ان اول مباراة لا 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 طبعا بتفرق البداية طبعا نفسهم بتفرق. طب هو خلط ان هو ادار المباراة كان يخلي المسؤولية الاكبر على كابت محمد صلاح والراجل يقعد زي نهاردة انا شفت مارتين يول حتى لو هو بيعمل التغييرات او حتى بيتقال اللي هو يعني ممكن ما يكونش حقيقي الله اعلم كانت سيد عو حفيز قال لي ان هو الادار لكن مارتين يولا نهاردة كان قاعد كده بيتفرج ومركز والراجل قاعد جانبه مايكل نيدمن اللي هو مدارب الاحمال بيدون اخطاء التحرك الحاجات اللي عازي يقول ما هو ماخليش كان واقف على الخط وبيواجه هو لسه مش واقف الافضل كان محمد صلاح هو اللي يقف ومين قال لي ان محمد صلاح اصلايا مش برضو بليقف على الخط مين قال لي ان كابت محمد صلاح ممكنش ليل الدور الاكبر في المباراة والدور اكبر في التشكيل هو هيعرف اللعيبة منين هيعرف اللعيبة منين اي انا عايز اقولك ان تحديه مسلا من مصطفى فتحي والراجل برضو ما كانش واقف باله من اقوى في التدريبات اي وقبالك لدرجة ما لقول لأ ده لعيب منتخب مصر وهو كلام ده وراجل لسه بيتحسس الطريق اي طب هو هو ليه اتكلمنا عن ان الدور الاكبر لمحمد صلاح بعد هزين اه بعد هزين اه بعد هزين الزلاقي لا معانت لو سألتني انما لو كان الراجل لا 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 خالص انت لو سألتني قبل المباراكة اقول انا بعشر اللعيبة انا سألتنيش لا دي قصة تانية انت ما سألتنيش على فترة 10 اللعيبة دي بتبقى اصعب مش اااا مش كبة حسابت اتكلم بقش عايز اتكلم عن ماشا هذين اتكلم. ماشا. فعايز اقول لا ان اللا ان لسه 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 اه لسه طبعا. لأ والنهاردة برضه انا شايف ان لأ ان هم خطوة مهمة جدا لنادي الاهلي. اه. يعني مباراة مباراة لأ مباراة النهاردة مباراة جالية جدا جدا. طبعا. تلت نهاط ولا اغلى على النادي الاهلي. هم. محطة مهمة جدا جدا في اسباق الدوري. هم. بس لسه جماعة لسه 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 لعبت الزمالك فيه تحس ان هما ملغبطين آآ الرجل قلوة كنت بتكلم برضا عشانا بقى صريح معاك وقدامي المشاهدين كنت بتكلم مع احد لعبت الانتاج الحرب بدون ذكرى اسماء قال اللعيبة علاقتها مع بعض جوه الملع مش كويس بصراحة لعبت الزمالك بيرد على بعض بشكل مش سيء ممكن حد يقول لفظ لحد تاني العلاقة مفيش ترابط كده جوه الملعك لا هو طبعا فيه فرق عن السنة الفاتت مش دهش ناوطة سنة الفاتت مش ده كبك انا مش بكلم عن المستوى انا بقول له قال لي هان ما بقى المستوى مش ده ما هو ده ده بيجي من ده ده بيقدل ده دايما بص الفرق بتكسا وبتخبط بطولات بتلاقي كله دم وخفيف وشي عارف ايه والدنيا ماشي اللعرف انا فكورة كده بتبدأ نتايج في بعض اللعيبة شايفة نفسها زيادة عن النتاج برضو طبعا 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 لس كنت اقول لك طبعا انا يشوفني بالنفسي لكن انا عايز اقولك برضو انه فيه فيه هو راجل حتى للهم حتى فيه التمركز فيه غلط لا الاهام انه فيه التمركز فيه غلط مش ده علي جابري مش ده كوفي مش ده الشناوي دفعة الزماك لا اقولك فيه مشكلة مش ده بتاع السن الفاس طبعا مش دي اللاعب اللي واخده دوري و كاس طبعا انا مش عايز برضو اقصي على اللاعب اقوله لا اللي واخدين دوري و كاس مش ما فيكملوش المسيرة لأ وحتى حزوه واحش يعني الكورتيني أسلامي اللي هم بتاع كهربة ومايوكا اللي في العرضة فوق وفي المايوكا انفرد حطها تبين برضو إن ربنا يعني إيه أو مش عايز يدخلها دايماً في ناحية دينية ولكن مفيش توفيق حتى لزمانك عدم توفيق لحيش أنا بقول يعني ده الكل اللي جابه وفي دماغه التوجيه والكرة على فكرة الدعيفة فهوة واجهة كرة الانفراد لا أهو بتحرك وسقوي زي جوال جمال عبد الحمير لا 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 العيب جامل مايوكا تحرق لما اشترك بدري مع الزمالك أمام الإسماعيلي يعني مشاركته أمام الإسماعيلي خادت انطباعي احنا عندنا دايماً في مصر الانطباعي الأول بيكون ليه تأثير يعني مايوكا آه يعني بدأ يحسن صورته يعني كان كان من المفترض إنه يتم الصبر عليه وكان من المفترض إنه ما يتمش الدفع ميده استعجل سيد يعني ميده وقتها كان عايز يلاعبه عايز يدفع بيه باعتبره إنه كان صفقة الناس اتكلمت عليها ما اتكلمش على فكرة الوكيل الإسرائيلي أو مش الوكيل الإسرائيلي لكن باتكلم على المستوى اللاعب مستوى اللاعب بدأ يظهر في التحركات كابتن كريم يعني وحرتك هقدر مني بدوت مش في تسجيل هدف يعني ممكن بيكون فيه لعيبة بيقدروا بيعملوا تحركات جيدة وبالذات راسف حربة سترايكر تبيل بيتحرك بشكل كويس بس محتاج وقت برده طبعا بس التحسن بتاعه أو الظهور بمستوى جايد سريع طبعا يعني فهامي سريع التأقلم سريع حتى في علاقات شايفش كابالة في الصور والكوفي واللعيبة بدأ يتأقلم مع اللعيبة لكن في حاجة حرتك أشرت ديها الخاصة بإن اللاعب يقولك في الانتاج الحربي إن علاقة لعب اثنان زمالك ببعض بيردوا على بعض مش عارف إيه مش جيدة وزي محررتك أثناء المباراة أه أثناء المباراة وزي محررتك ما هو خلي بالك أثناء المباراة زي برى المباراة زي محررتك قلت برضو إن بعضهم شايف نفسه مش كله بعضهم شايف نفسه فرحوا بالدوري والكاس فرحوا إن هم يعني جيل يجمع ما بين البطلطين من فترة كبيرة هو أنا بقى عايزة أسأل سؤال هو فين دور مدير الكورة هو مدير الكورة ضروق إيه في الحالات دي يعني في المشاكل في الأزمات ما أتكلمكش طيب فيه إحنا دايما بنتكلم على إن رئيسنا للزمالك هو محور أو العنصر المؤثر فيه سواء إجابا أو سلبا مع الفريق طيب قبل كده كنا بنتكلم على إن مدير الكورة له دور كبير جدا في تهيئة اللاعبين نفسيا وبتلاقي ناس بتطلع تتكلم ومش عارف إيه وناس بتكتب على المواقع اللي هم التابعين أو القريبين أو الكلام ده كله طب دلوقتي فين دور مدير الكورة؟ هي أزمة أحمد شناوي الفترة الحالية وهو راجع محرض من معسكر المنتخد بضرورة المشاركة أسيا وفي حالة عدم مشاركته أساسيا هيتم استبعاده من مبارتين هي بقى موجود بس مش هي بقى أساسي لا أنا بقى أساسي ما هي الأزمة هو أول لما شناوي عرف أو علم بانضمام الحضري أصيب بصدمة وإنت ما شركش الصدمة يسموها في الكورة تركيزية لا يعني بص لا أنا هدوس حق طرع وإحنا بنسميها في الصحافة صدمة إنتوا سموها في الكورة زي ما نتعيزين تركيزية شورت وتشير لا لبست في الصحافة ولا في الكورة؟ في الاتنين المهم أنا بقول حردك أن الشناوي صدم أو يعني تلقى صدمة بين ضمام عصام الحضري اللي جاء أو انضمنا كممكن يكون إيجابي الموضوع ده نخلي الشناوي راكز بطا من حضري فيه بقى عصام الحضري لا أهو عصام الحضري كان يعني قبل ما نادر كانت ساعتها فيه مشاكل مع جوزي نادر دور كبير الحضري لما نادر راكز بطا أيوة بعد كده نادر إيه نادر لما جيه خلي بالك انضمام نادر وده نفس يمكن السسخدري أشار لحاجة مهمة جدا نفس انضمام الحضري انضمام نادر السيد للأهلي بعدها راحل نادر السيد كان دون علم أحمد ناكي مدارب حراس مرمى النادي الأهلي وقته وكان هو بره تقريبا وقالوا له احنا جبنا نادر السيد وتعقدنا مع نادر السيد النتيجة كانت ايه أحمد نادر السيد بعدها راحل عن الفريق بمؤامرة وفقا لا ووفقا لنادر السيد هو أنا اللي قلت دي مش معلومات ده كلام مسجل ومسجل للتاريخ هو اللي قال لك راحل بمؤامرة من أحمد ناكي ومانوال جوزيه وفقا لكلام نادر السيد نفس الامر بيتكرر دلوقتي ان عصام الحضري لم ينضم ليه قلك يقول لك عنا بقول لك معلومة معكدة عصام الحضري لم ينضم للمنتخب بقرار من أحمد ناكي ولكن كابتالي عمل ناكي كان قاعد مكانك ما يمين من عشر تيام احنا عتدنا فكرة ومن أقال الأسبوع اللي فات وقال لي لأ احنا ما بنيجي نختار لعيب حارس مرمى لعيبي بس يا كابتالكريم يهاز كله قاعد كابتالكريم بيستر كوبر بيتشور معانا مفيش مدرم كابتالكريم لازم مدرم بالقراس يبليه دور أو ليه قرار ميده لما اتكلم عن تدخلات رئيس النادي اتكلم امتى بعد ما ميش لربنا يسأل لما كابتالك ناكي ناكي يبقى يمشي لما نشوف رد فعله هيبقى فيش مسؤول مدير فني لا ان شاء الله لا يا رب ان شاء الله ان شاء الله المنتخب يوصل كاس أمام أفريقيا وكاس العالم بإذن الله ده نتمنى وبندعوه طبع لكن بنخطط له دي حاجة تانية لكن انا بكلمك في ايه بكلمك في مفيش مدرب هيطلع يقولك انا بيتفرد علي التشكيل انا اتقال لي خد كذا هو اصلي فيه تصريحات يا كابتن كريم بتتقال وبتوريلك انت خططك ايه المرحلة الجاية انت اول ما توليت وقتها قلت انا بنزل بالأعمار قلت انا بخفض أعمار منتخب المنتخب الوطني رغم على فكرها انا بكلمك بمنتخب الأمانة لا يوجد اي عنصر جديد غير اللي ضموهم شاوي غريب يعني ما فيش حد انضم غير اللي ضموهم شاوي غريب وقتا ما كان مدير فني للمنتخب فيش حد الكوبر هو اسهم في وجوده في المنتخب هم هم اللي موجودين يمكن العناصر الجديدة اللي انضمت هو الكوبر والجهاز المعاون واسهم نبيه طبعا كان موجود مع شاوي غريب دول العناصر الجديدة لكن انا بكلمك في ايه؟ بكلمك ان احمد شنوي هرجعلك ان احمد شنوي معبق نفسيا وهو راجع من الزمالك ودي اللي يطلع يتكلم فيها يطلع براحته ينفي زي ما هو عايز طيب اسباب تراجع مستوى الزمالك هل لكثر التغيير المدربين ولا الاشياء اخرى داخل النادي لا اسباب كتير كل كده سربين ثلاثة لا رقم واحد طبعا عدم تركيز رئيس نادي الزمالك مع فريق الكرة بعد حصوله على بطولتين الدولي وكاس مصر ودخوله في صراعات وازمات في الفترة الاخيرة مع ميده او مع غيره رئيس نادي الزمالك مش مركز باعتباره انه هو كان النواق اللي اسهمت في حصولنا الزمالك بالبطولتين ما بقاش مركز مع الفريق انه هو مش حريص كل الحرص او جايز بقى هو انشغل بانتحابات مجل الشعب بعد كده بعضوية مجل الشعب وبالتالي ما بقاش متابع ليه الاخبار اللي بتتنقله من داخل الفريق من احد الافراد والجايز ما بتتنقلش الصورة كاملة وبالتالي زي ما بكلمك يعني رقم واحد ان رئيس نادي الزمالك ما بقاش مركز مع الفريق بشكل كبير رقم اثنين كسر التاجرات الجهاز الفني ايسا على دوت عدم وجود دور ايجابي بشكل فعال لمدير الكورة بنادي الزمالك اخرها انعكس دوت على اداء اللاعبين وانعكس على علاقة اللاعبين ببعض وبالتالي انعكس على النتائج يوز احمد ليك رد على الكلام ده او اسبابك هي نفس الاسباب بتاع الاسلام ولا مختلف هي بس كترة الاجهزة الزمالك جاله كان مدرب نسيبهم كده فريرة فريرة سندي فريرة بدأ وبعدين مشي فريرة وميدو بكيتة لا لا قبل ميدو بكيتة كمسك مع كابتة محمد صلاح شوية مع كابتة محمد صلاح زي كابتة مزيزو وبكيتة واخيرا ماكلش درس مش مكسوب لسه ماشي يعني والاهلي الاهلي يا استاس خده زيزو انا بس لا اتكلم بقى انت اتبت انا اعطاعتك انا اعطاعتك يا ريش انا اعطاعتك لا الاهلي الاهلي افارك مثلا فعا فرق واحد اتبتك او الاهلي اصلا انت لما تيهتكلم او اسلام اعتراضه اللي انت دايما تعمل لكو في مشكلة او سلبية تعمل مقارنة من الاهلي لازم تعمل المقارنة او العكس او ان انه انا مثلا في مشكلة لازم تعمل المقارنة او لا اصلا الزمالك مش عالش لازم اعمل مقارنة لا لازم اعمل مقارنة انت اعترضت على المقارنة اه انت باوطرت على المقارنة بس نفسك انا عمل مقارنة اللاة انتificar تنشرتها يا كابتن كريم مش بتقولوا انا Brooks في فريقتي انا اتكلمت مش انت رأي הט بصي دلوقتي لازم تم المقارنة ماشي لازم تم المقارنة رهيب يا فرق مدرب أنا بقولش ده صح لا ده مش صح في الاهلي ومش صح في الزمالك بس هو أرض النقطة الاسلام صحية فيها مش لازم الاهلي عمل كذا بقى عمل لا أنا بقولش أعمل زيه لا 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 أنا بقولش أعمل زيه أنا بقول لك دي مع أنت السنة اللي فاتت لأ قلت أنت خدت البطولة بس مرضو السنة دي الأهلي أقل في المدربين يعني بيصيروا بصيروا بدأ الموسيق ومشي وجيه كابتن زيزو دلوقتي مارتن يو تلات أهو لسه نص الدوري مارتن يو ما تجيسيبش أنه لسه جايب طيب يعني فرق مدرب فرق مدرب أنا عايزة أقول إيه مدرب ممساعد مدرب ممساعد عايزة أقول إيه عايزة أقول إيه إن ده لأ طبعا ده غلط وده غلط بس هي دايما النتائج إنت مثلا اللي فاتت الزمالك أربع جهزة لك أنا ماخد دوري الجهزة ما عايزة أقول بس يا زيدي أقول وجهة نظري أقول وجهة نظري هي النتائج اللي بتطلع الحاجات يا ده قاعدة أنا قلت وانا قلت ده قاعدة لا أصلا أنا قلت مش جوب ده سلام صح آه في ناس قاعدك بس ياما لا لا في ناس من جوه ناجزة الملك أنا بقول لك بقى مدرب سنكتك بزروف مختلفة دوري ويت شعوري وانا بقول لك ده صح أما انت ما بتخلتش بتتعصر شوية بتاع بتبني الكلام د with the الشيناوي الشيناوي راجها معبق أوه كلان ده بس الي هو هو أشرقه كابتن أيمن طاهر مش اللي هو عايز يلعب هو برضو نفس الي أنت ذأكلته لا هو عمل مشكلة borderял كلمت مع كابتن أيمن طاهر أنا هو عمل مشكلة مم في كياس مصر أمم وقال لك لا مش هتلعب ويجننش لعب فهي بتبقى المدرب -"أني برضو- كمدرب أسلامة -"أه inan مدربaranس مصر لاو ligne هو مش مميز فيه وانه هو مش مركز عنده تركيز قليل لكن هو قرار المدرب يكون عندي حارس مصر الاول ومكسبني السنفات دوري طب الشيناو دلوقتي يا كابتن كريم يا كابتن كريم يا كابتن كريم دلوقتي لو المدرب لو هو الشيناو قال له مش تلعب لو قال له مش تلعب كابتن ايمان طهر هيعمل له ايه؟ هيروح يلعب بالعافية انا ولا هيعمل ايه؟ خلاصة بس 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 مش عشان انا ما عنديش مشكلة ان الشيناوي يلعب لا الشيناوي هو افضل حارس انا ما قلتش حاجة حاجة لكن انا بتكلم فيه الازمة اللي تصدرت لنا الزمان الازمة جت خارجية للمرة المليون الازمة الناس بس عشان مروحش انا بتكلمش على خرجية اه خرجية اه ده الازمة جاية من برة تمام خلاص يبقى الشيناوي الجلعاب والكابتن ايمان طهر كابتن ايمان طهر زي ما انت قلت في البداية كلامك ان انت لأ ان هو جن مصر رجل المنتخب وفي الحضري والحضري ده عامل ضغط نفسي عليه فهو ممكن عايز برضو يسند الجن بتاعه وبعدين ما الشيناوي ده اللي جاب دور السنة اللي فاتت اه مهزوز اه مش بدكز اه لكن ما الشيناوي ده برضو يعني جن جن كويس جن صفية قدامه تاريخ واهو كلام ده السيناريو بقى اللي اتعامل اهو كلام ده ضغوطة لنفسيها لا انا بكلمش عليها انا بكلم ان اللي اشراكه الكابتن ايمان طهر وبرضو لو كان صد ولعب كواس كان يقول له القرار موفق او او يعني واللي لعب جنش في الكاس مش مسؤول غير على هدف الاول 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 بقى هو تحس برضو انه لا بشي شناوي يعني التاني والتالي ضربة جزاء ان في حاجة ان مش هو مش هو الشناوي اه بس هي حالة الفرقة كلها اه حالة الفرقة ما هي المالفرقة كلها بتبقى كده اكيد الجن بتقصر بسينا بيرضو بالنسبة اه اه مدير الكورة هارجع اقول لك ام ام الاهلي كبس الاحفيز عمليا محصام غالي ومش عارف مين يتخلقوا مع بعض هي اما الفرقة بتبقى فكة بتفكة ام اقبلك لا اصطوى يقولك اللي طب ما ده مدير الكورة لا مدير الكورة حافيز بدأ الموسم ومكمل ما تغيرش كزا مرة ايوه طالعا السنة دي كان كبت الحزم ياما دخل شوية وبعدين خرج وبعدين رجع تاري كان اسماعيل لا يعني برضو كبت الحزم الفترة مدير الكورة مال دياريت مديرين الكورة في فباقية الاندية يبقوا زي مدير الكورة فبا في الالتزام في التعامل مع اللاعبين وكل واحد دي تاريته في التعامل بصفة عامة لا 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 رجل محترم بس برضو كابتن اسمالي يوصف رجل محترم وواجه اللي اعمل لا انا بقول لك بلد واخد دوري وكاس كابتن اسمالي يوصف لي تاريك كبير جدا كلاعب فقط ما اللي خد دور الكورة انا بكلمك لكن احنا نتكلم عن الموسم ده هنفضل بقى قاعدين احنا هنفضل نقول خلاص بقى الزمارك ما يشاركش في الدوري او الا اهل ما يخدش النار هنبتكلم فيه اسباب اسلام شاهل من وجهة نظره انه في بعض الاسباب اللي قد ديه لذلك باك طبيعي انا بوضح له انا بوضح له انا بوضح له انا بوضح له ان اللاعب انا بوضح له ان اللاعب اه لعيبة مش هي دي اللي عم تسأل لفاتت مش هي دي اللي عم تلاعيبة يعني هي اللعيبة بس يقول لك يتخل يتكلم عن لعيبة ودوس عن لعيبة يعني يعني اللعيبة هي السبب بس من وجهة بنظر حزنتك طبعا كتير يعني هي لعيبة هي السبب هم اللي واخدين الدور يقوم بكاس لا 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 ايه منصومة كاملة بسافات قلنا مجلس ادارة وقلنا رئيس دادي وقلنا لعيبة وقلنا جهاز زي ما احنا فصل لها مش عايزة يقول كمال كمال اللي هي واحدة ولكن البطولة دي في عناصر تنجح مش عنصر واحد زي برضو في الفشل او في الخسارة عناصر مش عنصر واحد بس انا انا عايزة اقول ايه انت ماانت اه ما بتكسبش بتظهر مشاكل طول ما انت ماشي وبتاخد بطولات بتكسب اهلي وبتاخد دور وتاخد كاس مهما كانت مشاكل حلاص انتهت انت بتظهر لمشاكل وبتظهر اللعيب يحتك بلاعيب مش غيراً من اللعيب دعيب يقولك ده أنا عقد أعلى وعاد أعلى ده أما تبنى متوقع الزمالك هيعدي المرحلة الصعبة دي ويقدر يستمر في المنافسة مع الأهلي ولا شايف الأمور صعبة داخلنات الزمالك في الفترة الحالية لا هي هي المرحلة دي صعبة اللي صعبها طبعا مباراة الإنتاج يعني زمالك لما أخدش الدور هي بسبب مباراة الإنتاج المباراة صعبة جداً كانت في ايدي الزمالك بص طول ما الزمالك برضو ضغط على الأهلي ده اللي بيأثر عليه لكنت الأهلي لما بيلعب أنت بتريحه فدي طبعا مباراة الإنتاج هتفرق كدير جداً بس أنا بقول أن الوقت لسه بدري والراجل أنا شايف أن الراجل مدارب كويس وبالمناسبة هو كم ما عادش مع اللعيبة أو حاجة زي برضو الناس كلها عملة تقول مين اللعي؟ قاله إيه؟ قالك أن اللعيبة طالب تقعد معايا تقول له الحمم الضغوط ومش الضغوط الراجل حتى النهاردة في كلام يتقال أنه كلام يعني أنت بتم في دلوقتي أن اللعيبة قالت إبعادنا عن سيد مرتضى منصور وكلام ده؟ طب بس أسأل اللعيبة أنا أسألك هو ما أنا أقول لك الراجل النهاردة بيدحك حتى في الترجمة الراجل لسه لسه الراجل حتى مش هكال في ترجمة دي بإشاعات يعني بيحاول بصك تكريم بيحاول يزود المشاكل ده خلال الزمالك لا الراجل ماشي بأجندا كده عمال يكتد ده فلان وده الراجل لسه مش يعني هو الراجل لما أقول له كده يقول لهم لأ تعالوا شايف الزمالك والمقاولين بكرة إزاي؟ لا ماتش صعبة دايما الزمالك بقيت بقيت منتشاط صعبة دايما في ترجمة ده حتى المقاولين مهما كانت حالتها مع الزمالك بتبقى بتعمل مبارات مهمة جدا مبارات قوية لا مبرمك بص مفيش مبارات سهلة مبارات صعبة دايما الزمالك بكرة إيه؟ لا وراها صعبة يعني مبارات يعني مسألة عدم موجود الجماهير خلق كل سرق دايما صامت قارق دايما صحيح يعني حتى الخضري قالها الأسبوع اللي فات ودي حقيقة وشفتها وتبعتها تحديدا فما سأمتش المصر وإمبي ماتش الانتاج والزمالك ما تلاقيش فورق كبيرة يعني طيب أنا عايز بربا تكلم هل تفضل الزمالك؟ إمتا أن مثلا الفرق اللي هتook عند ده هتبعوها تاخد بطولة ومفيش جمهور زيما يقول أهل والزمالك مفيش جمهور زيهم زي أعيبين من الفرق إمتا بمقصة تفكر في دوري؟ إمتا إمتا يعني إمتا إمتا إم بيفكر في دوري؟ إم كانت الأهل والزمالك لا بيقوله جمهور ما بيتغلبه الأهل والزمالك النهاردة لا خلي بالك كبير كريم الإعلام دلوقتي أين بيدور الجماهير في المدرجات؟ يعني انت النهاردة بتتكلم على المقاولين والزمالك وبتتكلم على ان المقاولين هل من حقه ولا مش من حقه انت حرتك جيبت مثلا مؤنس محمد عادل في ناس تانية تقولك اجيبه ليه ده لا ده بتبصيلها بمنظور اهلي وزمالك وفي ناس اعلاميين اهلوية برضو بيبصوها ده اهل اعلاميين بيحتفل مثلا بفوز الناهلي للأهلي النهاردة كان لها لقد الدولي مثلا مع الوضع في الاعتبار ان النادي الاهلي مستوى مزبزب ومستوى ورغم هو المتصدر لكن اداءه غير مقنع واللي ساعده اكتر ان نادي الزمالك لو كان بخمسة وسبعين في المية من حالته بتاعة المسلم الماضي كان ادر ان هو يعود خوارج النقاط اللي النادي الاهلي فقدها في حالة لو النادي الاهلي خلت دوري فهيبقى نادي الزمالك هو اللي اهدى النادي الاهلي بتورة الدوري السنائية طيب خلينا نروح لاتحاد الكرة عشان وقتنا يعني قرب يخلص وبكرة في قضية اللي هي حل اتحاد الكرة او بطلان الانتخابات تشايفين الوضع ايه يعني في اكتر من شخص او في ناس قريبين بتقول ان موقف اتحاد الكرة صعب في القضية وممكن الاتحاد يتحل بكرة يا رب خلي انا اخلص او الله انا اقول لك عن هوا هو يعني يا رب اللي اتحاد يتحل صعب سيناريوات ايه اتحاد يكمل خلاص ما بيش مشكلة لا ما بص اقول لها حضرك هو دلاتي مانا في حكم قضية صعب اقول لك ان اه 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 انا بقول لك السيناريو السيناريو اللي هو اللي هو بنا تمناه يعني لو اتحل مش يحصل جديد انا ماتمناش لتحدي تحلي معايش معايش عارف ليه اه مش هداخلينا على مواتش نانجيريا اه دخليني على انتخابات جديدة انا بقول لها حضرتك يعني قريبة فالحل الوقتي يقبط بنيا اكثر مش هيقبط هيقبط ايه هيقبط انت يعني حضرتك بتتكلم لو اللي اتحدي بيدير هو اللي اتحدي بيدير هيقبط هيقبط فيها يا كبت الكاريس هيقبط فيها انا متخيل كده لا مش هيقبط فيها اه وحتى لو كده في وعد من برضو وزير الشباب الرياضة ان هو هيجيبهم الـ 4-5 شهر برضو زي موقف الاهل اه بالضبط ده اتفاق اه ده اتفاق يعني فيش مشكلة ده اتفاق اه يعني وبرضو انا سمعت ان فيه جواب جيه جواب من الاتحادي جيه من الاتحادي الدولي برضو ان يقول لك لازم الاتحادي يكمل فتريته وكلام ده جيل الخلايا اللي هي من الافادة دي فدول الناس مكملين مكملين يعني وفق اللي يحدى النظام الأساسي سروة سويلا من هو اللي بيد هو اللي بيد اه مش هكهلو دي الانتخابات ولو ان يعني الناس في قيمة هنا بوريدة عايزة تمشي سروة سويلا بعتبروا ان هو بعضوا مجل الشعب وهم كانوا اعضاء مجل الشعب وبالتالي هيبصولوا انهم هيبصولوا من هما اقل منهم يعني لو القضية حل مجلس الادراء بوطن الانتخابات اه هيتم تعيين المجلس الاهم بقى الخبر اللي انا هقوله لك اه ان الراعي اتحاد الكورة رفض تمويل الطائرة الخاصة للمنتخب شوف انت حرارتك بتتكلم على ايه ان حل اتحاد الكورة هيأثر على ماتش نيجيريا حرارتك بتتكلم من ده الطبيعي فما بالك بقى بان راعي اتحاد الكورة ورفض ليه رفض تمويل علشان ما خدش كاس مصر ايوا ما هي كاس مصر لبصة دانية بص بقى الكلام اللي احنا كنا بنقوله زمان فاهمني اللي هي فكرة السيطرة على الكورة المصرية والتحكم في الكورة المصرية وتوجيه الاعلام الرياضي المصري الكلام اللي يعني ايه صوتنا تنبح وفاكرين ان احنا هنسكت لا مش هنسكت رأي اتحاد الكورة الاخ محمد كامل والاخ عمرو وهبي رافضوا يمولوا او تقاعصوا عن تمويل المنتخب في اهم مواجهة المنتخب مصر انا عايزها تسؤال مش بريزنتيشن واتحاد الكورة جوه بعض اه طب ازاي اتحاد الكورة ادى لا اه شركة اخرى عشان هتدفع اكتر او كسبة المزايدة لا اولي يعني حصل حصل ازمة كبيرة انا شايف حاسي انه ما كلهم جوه جعدوا مع بعض ايه اللي حصل حتى الاساس جمال علام مرضيش يمضي بغاية دلاتي مش رضي يمضي الكاس وحاول 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 ودول حسن فريد برضو مش رضي يمضي ما انا مش فاهم ما هو حصل خناقة ما بين محمد الشامي واحنا نجاهد خاصة ببيع حقوق كاس مصر وتم اعادة ببيع حقوق كاس مصر لان الشركة الرعية الاتحاد الكورة كانت عايزة تاخد البيع كاس مصر بالامر المباشر وكانت منعت بعض الوكالات من الدخول وكانت من خلال بعض المسؤولين داخل الاتحاد الكورة بتحاول انها تمنع دخول اي وكالات وبالتالي حصلت الازمالية وبالتالي انا بقى في الاهم كاس مصر يروح لمين دي مش قصتي انت قصتك مين منتخب مصر رايح يا ابن نيجيريا تعاند عشان مصلحتك الشخصية تعاند ده منتخب بلدك ده اي فكري ده اي وطنية دية وفي النهاية هي المسؤولية مسؤولية وزير الشباب والرياضة المشكلة انت عارف اللقاءات ما بعد المباراة دي اتحاد الكورة بقى حمرتين يعني بقى لدي لقاءات ايه بعد الكاس اه لما بعد المباراة دي اللي ممكن تعرض لاتحاد الكورة الغرامة كبيرة ودي اللي اتحاد الكورة بيبحث لها عن المخرج اه طبعا يعني بس المطشاط هتبقى شركة تلي سير اه ليه اشترت الكارس لكن اللقاءات بعد المران كل واحد كل واحد كل واحد حتة او طبعا تنسلاش علاقة دي دي تنخل لا 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 دي كانت وقتها حصلت اه دي حصلت اللقاءات 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 الاسبوع الجاي اه هنا انا بقولك وما حدش بيتكلم يعني اللي داخلين انتخابات وداخلين ضمن قيمة مثلا هنا بوريدة اه وعملين انهم مصلحين الكرة المصرية ما بنسمع لهمش لا صوت ولا حس ولا نفس خليني اخد اه امام مصلحة المنتخب الوطني اه او امام مصلحة المنتخب مصر انت النهاردة بتعني مع مين مش مع اه اه نادي اه ولا انت بتبعت لنادي ولا ما بتبعتش النادي ده انت بتعند مع اه منتخب بلدك طيب بص عايز بس نقول اه توقعاتكم الماتشاط اللي انا مش عرف لايه الورقة بتاعتي الماتشاط فيه اي الزمالك والمقاونين بكرة كم كاما انا عايز توقعاتكم كده سريعا الزمالك يكسب الزمالك يكسب الاتحاد السكندري والدخلية يوم الاتنين بتعادل بسكندري بتعاد سكندري بترجيت ودي ديجلة في السويس ملعب بترجيت 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 ودي ديجلة اتحاد الشرطة والمصري في اسماعاليا يوم الاتنين برضا المصري المصري ام بي وسموح اسموح بتروسبورت اه بتعادل المحلة واسوان في المحل المحل بحاغ اول فوز اسوان اسماعالي والحرص اسماعالي طبعا اسماعالي الجيش والانتاج الحربي يوم الثلاثة في ملعب الجيش تعادل الجيش الجيش تمام ماشكو احد عايز اقول حاجة بسرعة كده اه اعايز اقول بسرعة ان الجماعية العومية بتاعة الاهلي هتبقى جماعية عومية تاريخية اه ده بيحشد ده بيحشد يعني هتعدي هتعدي بصعوبة عايز اقولك ان دلوقتي برضو ان انتحاد الكورة ومبارح ارسل خطاب اعتظار لبرزينتيشن من غير علم الاستاذ جمال العلام اعتظارا على ما حصل في المؤتمر الصعف اللي هو قرد كاسم مصر والسناريو اللي حصل ده اخر حاجة استاذ فريق الكورة في نادي الزمالك اللي هو مفروض يسافر بعد وبكرة الكاميرون مهدت عدم السفر استاذ ممضوع عباس كان المرة التالتة والربعة بيحجز على ارصيدة النادي او بيحجز ارصيدة النادي وبيشوف في حل القانون اليها دلوقتي او مع وزير الشباب يعني برضو يعني النادي محجوز عليه الوقت يعني لا مش محجوز او برضو على ارصيدة ارصيدة معينة برضو يعني ايه لعباك برضو ضرباك اما كل شوية طلعلك بحجزة او كلام ده فمشكلة بيعمل المشاكل يعني طبعا بشكرك ازوز احمد طيب انا بس سريعا يعني برضو عشان كنت انا كنت اتكلمنا في او اول ناس اتكلمنا في ازمة مباراة دوميات وهم منتخب السويس بعضا من الجماهير اتفسر لها كلامي بشكل خاطئ انا ما اتكلمتش على ان هم بلطيية خالص حالص لا هو ولد بيتملق هو بيشتغل في قناة معينة مع اعلامي معين داخل انتخابات اتحاد الكورة على منصب النائب الولد دوت مراسل في ضميان فبيتملق اللي شغل معاه فبالتالي امطلع شتم فيه بس عن فيسبوك لكن بقى رئيس النادي كلمني الراجل اللي انا كنت يمكن صلقت عليه الازمة اللي هو المستشار هاني جلالك كلمني النهاردة وفيش اي مشكلة خالص مع الناس وبالتالي الولاد اللي هم عايزين يتملقوا حد علشان يوريه بقى ان هو راضي ومش عارفه وكلام ده كله بيدفع عنه القصة دي كلها بيتوبها شكلها بيحة بكرا هنزيع احنا التقارير الممتاز بيه ونتائج الممتاز بيه بشكرك يا سلام شرفينيه ونهارتينه شكرك الزعمان شرفينيه ونهارتينه شكرك كل طاقم العمل في كورة كل يوم بكرا ان شاء الله استنوني الساعة 11 وحلقة جديدة مع كورة كل يوم